سترة تساهم في مساعدة الأطفال المصابين بالتوحد أو أحد أطيافه ابتكار توصلت إليه طالبات من مدرسة كف الحارس في محافظة سلفيت في الضفة الغربية بعد مشوار طويل من البحث والدراسة وبهدف مساعدة الأطفال المصابين بالطرابطي في التوحد نجحت طالبات من مدرسة كف الحارس الثانوية في محافظة سلفيت من ابتكار سترة تعتبر بديلا عن الغرف الحسية التي تستخدم في مراكز علاج أطفال التوحد والتي يندر وجودها نتيجة تكلفة إنشائها المرتفعة هذا الابتكار كان الباب الأول للخروج بشركة طلابية نافست فيها باقي مدارس الوطن واحتلت بذلك المركز الأول عن أفضل شركة طلابية سترة طبعا بديلة عن الغرف الحسية فهي ساعدت الأخصائية على عملها كثير سهلة لأنه ما في عندهم غرف حسية بيفتكروا في بعض المراكز بتفتكر الغرف الحسية فهي سهلت عليها وقت وسهلت عليها الجهد لأنه كانوا كثير بعانوا من هاي المشكلة وبرضو سهلت على الأهالي لأنه في فترة كورونا تم انقطاع الأطفال عن المراكز سترتنا بتحتوي على جهاز اهتزاز جهاز الاهتزاز بداخل السترة يعمل على استرخاء الطفل أثناء الجلسات العلاجية وأيضا بتحتوي على الملامس كطع الليغو الموجودة هان هاي الكطع تحتوي على ذوات ملمسين ملمس ناعم وملمس خشين طبعا حسب حاجة الطفل أول إشي اخترنا اللي هي السترة هي أصل السترة بعدها اخترنا اللي هي قماشة السترة نوعية القماش حسب اختيار الأخصائيين واستشارتهم وبعدها اخترنا الملامس اللي موجودة على السترة حسب اللي هي الأطفال اللي عندهم جو حسي وإشباه حسي وبعدها اخترنا نوع القماش بناء برضو على استشارة الأخصائيين في المراكز اللي هي تقطعين أطفال التوحد وبعدها اللي هي أدت مرحة لخياطنا اللي هي القماش وبعدها ركبنا على القماش اللي هي القطاع اللي هي اللي عليها الملامس بالدرجة الأولى تهدف الشركات الطلابية لدعم الأفكار الريادية للطلبة على مقاعد الدراسة والأهم من ذلك تحضير الطلبة لسوق العمل وخلق فرص دون الحاجة لانتظار الوظائف التي شح وجودها في الوقت الحالي هذه الشركة الطلابية طبعا تم اختيارها لمدرسة بناتك في الحرسة التنوية بالتعاون مع مؤسسة إنجاز والشتراكة مع مديرية التربية والتعليم السلفية المؤسسة هي طلبة تشكيل شركة طلابية للطلاب الشركة الطلابية هي شركة حقيقية بكل تفاصيلها من رأسمان تفاصيلها الإدارية والمالية والتسويقية أهمية هذه الشركة هي تفتح آفاق لطلبتنا لسوق العمل هذه الفؤال العمرية الصغيرة لما تخرج للجامعات وتتخرج ويكون عندها قدرة لأنها تتسوق ويكون عندها قدرة لأنها تتعامل مع الوضع الموجود عندنا هذا التصميم البسيط الذي بنيت عليه السطرة يعتبر تصميما أوليا سيمر بعدة مراحل من التطوير بحسب الطالبات والذي من خلاله سيتقدمنا لمنافسة على المستوى العربي من بلدتيك في الحارس شمال شرق مدينة سلفيت المحتلة محمد حسين رؤيا ترجمة نانسي قنقر